فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأك القمار إخوتي الكرام مع مسند أحمد وهذا الكتاب الذي قال فيه عنه الإمام بأنه سيكون إماما للدنيا بأسرها شرح المسند مع الحديث الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا وكيع وكيع ابن الجراح الرؤاسي ابن مليح ابن عدي ابن فرس ابن سفيان ابن عمر ابن الحارس ابن عمر وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكنية أبو سفيان وكيع ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان نسبه الرؤاسي الكوفي ثقة ثبت أمين قال الإمام أحمد كان يبجل وكيع من الجراح الرؤاسي وكان يقول هو أحفظ من الثوري كان يقدمه على شيخي على الثوري ولكن حقيقة لا يصل إلى هذه الدرجة لكن وكيع كان يلقبونه بالتنين كان إذا نزل إلى مكة انفضت كل المجالس إلا من مجلس وكيع بن الجراح الرؤاسي وكيع بن الجراح الرؤاسي أيضا له سنة عجيبة لأنه قال قالوا للإمام أحمد رأيت النبيذ لأنه كان وكيع يستبيح النبيذ يعني يشرب النبيذ على ماذا بها الكوفة أن الخمر من العنب فقط ولذلك كان يشرب النبيذ وكان يقول أنا كنت أستروح أستروح بالنبيذ يعني يقوي حفظه بالنبيذ وهذه كانت مسألة عظيمة هذه المسألة مسألة عظيمة لأن الإمام العالم وكيع بن الجراح وهو كذلك كان علماؤنا يقولون المسائل المختلف فيها لا تسقط بها العدلة المسائل المختلف فيها لا تسقط بها العدلة المسائل المختلف فيها لا تسقط بها العدلة لذلك لا يمكن أن تجرحها في أحد يعني يرى بأنه مسألة النبيذ ليست محرمة ويشربها وإن كنا نرى بأنه لا فيه فيه فالإمام أحمد لما سألوه عن ذلك وكانهم يعرضون وقالوا بالنبيذ قال المسائل الخلفية لا تسقط العدلة فهذه مسألة عظيمة في هذا الباب قد يكون الإمام يعني يتبنى مسألة أنها على الحل وأنت تتبنى أنها على حرمة كمسألة الغناء كان في بعض الفقهاء يرون بأن مسألة الغناء أنها جائزة وحتى أن ابن المجيشون كان يقول بذلك وكان حتى لا يعقد مجالس التحديث إلا إلا بعد أن يسمع شيئا من ذلك الغرض المقصود المسائل الخلفية لا تسقط بها العدلة إن كنت ترى بأنها جائزة ويرى بأنها ليست جائزة والمسألة الخلفية والخلف في ذلك اجتهادي والمسألة على فهم الدليل لا على إزباته أو على على طراوح الأدلة في هذا الباب فإنه لا تسقط العدلة هتبقى كما أنت تراها يعني تراها محرمه ويراها حلال فتسقط عدلة بذلك ولذلك لما قيل للإمام أحمد الإمام أحمد يرى بأن القنط في الفجر بدعة وجاءه الرجل وقال رأيت إذا صليت خلف الرجل يعني يقنط في الفجر قال يا ابني لو دخلت المسجد وعجدت الإمام الشفعي أتصلي خلفه قال نعم قال الشفعي يقول بذلك قال الشفعي يقول بذلك فهذه المساء ليس مساء المساء الخلفية مدامت المساء الخلفية فإذن يعني لا تسقط بها العدلة لا صح أن تسقط بها العدلة فأقول أخوتي الكرام في هذا الباب وكي ابن الجراح الرؤاسي كان فيه سنة هذه السنة عظيمة وهي أنه المساء الخلفية لا تسقط بها العدلة المساء الخلفية لا تسقط بها العدلة فمن كان يرى الحرمة في شيء أن تطراه على الجواز لا يجوز له الإنكار ولا يجوز له أيضا أن يسقط العدلة بذلك لا تسقط العدلة بذلك نعم قال ووكي ابن الجراح كان يلقب بالتنين كان إذا نزل مكة انفضت كل المجالس إلا من مجلسه وكانوا يفضون المجالس من أجله من أجل يعني السماع له وهكذا كما قال عبد المعين يعني أتحسبون أنني أعقد أعقد يعني أترون أنني أعقد مجلسا وهناك من هو أعلم مني من هك من هو يعني أتقم مني يعني إن قلت ذلك فقولوا تحامق وبعض بعض الروات عنه قال احلقوا لي لحياتي أنا أتقدم على أحد هو أعلم مني قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر مسعر ومسعر ابن كدام ابن الظهير ابن عبيد ابن الحارث مسعر ابن كدام العامري هو أبو سلمة كونياته أبو سلمة العامري الهلالي الكوفي وهو من استقاط الأزبات مسعر من استقاط الأزبات المصحف فمسعر من استقاط الأزبات أيضا قال حدثنا مسعر وصفيان هنا وكيع له شيخان وكيع في الإسناد له شيخان لو مسعر المصحف وأيضا سفيان سفيان استورت ويقبونا بالمصحف على أنه لا ينسى ولا يختار تعالي الأمر قال وسفيان مسعر وسفيان السوري هو أمير وموني في الحديث سفيان يدلس وسفيان أيضا يروي عن من هب ودب من رسيل سفيان تعلمون لكنه يعني مرر العلماء تدليسه لبحر روايته لبحر روايته وسفيان السوري أمير وموني في الحديث شعبة نفسه شعبة أبو بستام كان يقول إن خالفته شفاكم الله عفاكم كدت أنزل عليكم إنكارا لأن يعرف أنها مثلكم لا يمكن أن يعني يتقاعس في الدروس شفاكم الله عفاكم شفاكم الله عفاكم شعبة قال لو اختلفت أنا وسفيان فقدموا سفيان سفيان أحفظ مني قال شعبة إذا اختلفت أنا وسفيان فسفيان أحفظ مني فقدموه عن عثمان بن المغيرة الثقافي وعثمان بن المغيرة يعني هو عثمان بن محمد بن المغيرة الثقفي وهو الأخناسي الثقفي الحجازي وهو حسن الحديث يعني ليس بالضابط لكن الحديث هو لا ينزل عن ردبة الحسن قال عن علي بن ربيعة الوالبي علي بن ربيعة الوالبي وعلي بن ربيعة بن نضله يشتهر بالوالبي عليكم السلام حبكم الله ردناعك أهل الجزائر أهل فضل وكرم وشيمة نسى الله أن يحفظكم علي بن ربيعة بن نضله الوالبي أبو المغيرة هو الوالبي الأزدي الكوفي البجلي وهو ثقة ثبت قال عن أسماء ابن الحكم الفزاري وأسماء ابن الحكم هو أسماء ابن الحكم الفزاري أبو حسان الكوفي السلمي الفزاري وهو من الثقاط حديثه لا ينزل عن درجة الحسن أذن عكا أبراهيم الله يشفيه الله يشفيه عجل الله بشفاء والحديث هنا قال عن علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب خاتن النبي سلام زوجي سيدة نساء العالمين زوجي فاطمة وهو الخليفة الراشد الرابع الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه وأرضاه وهو أبو الحسن والحسين وهما سيدة أهل الشباب أهل الجنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه استلم الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان وبقي فيها أربع سنوات ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعاني الله بما شاء منه طبعا هنا يعني معناها أن الإنسان أصلا لا بد يعني أن يكون أن يكون من أحرص الناس على الانتفاع بما يرونه من الحديث والانتفاع بالحديث هذا الانتفاع ليكون إلا إذا 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 أتقن ثم تعبد به تعبد به والعباد به من أهمية بمكان قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعاني الله بما شاء منه وإذا حدثني عنه غيري استحلفته فإذا حلف لي صدقته عليكم سلامة عليكم سلامة أحسن الله عليكم جميعا حبك الله تحتنا فيه أخي كريم يا رب تحمل فوق الرأس يا شيء مصطفى تحمل فوق الرأس قال فإذا حلف حلف لي صدقته وإن أبا بكر رضي الله عنه ورضاه حدثني وصدق أبو بكر أبو بكر ملقب صديق الله يعني جعل هذا ملقب العظيم قال وصدق أبو بكر أنا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا الله أكبر وهذا من أرجل أحاديث هذا من أرجل ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضى ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضى فيحسن الوضوء قال مسعر ويصلي وقال سفيان ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له فاستغفر الله عز وجل إلا غفر له أولا هذا الحديث إسناده صحيح عثمان من المغير الثقاف من رجال البخاري وبقي رجال ثقات رجال الشيخين غير أسماء أسماء ابن حكم فزال ورول أصحاب السنن الأربعة وهو حديثه حسن ولعجل قال كوفي تابعي ثقة وذكر ابن سعد في الطبقات في طبقات التابعين الذين رووا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال كان قليل الحديث وصحح حديثه هذا ابن حبان وحسن التلميذي وابن عدي وجود إسناده الحارض بن حجر نعم والحديث كما قلت حديث صحيح يقول هنا الحديث فيه جمل عظيمة جدا من الفقه وأيضا أبواب الأدب وفيه كما قلت قال كنت إذا سمعت رسول الله حديثا نفعني له بما شاء منه في قوله نفعني له بما شاء منه النفع الانتفاع بالحديث أولا كان السلام يدعو يدعو الله يسأل يسأل الله أن يرزقه علما نفعا وعملا صالحا والعلم النافع له مراتب وأعظم مراتب العلم النافع هو أن يتعلم هذا العلم ويتقنه ويتعبد به وينشره بين الناس أو أنه يتعلم هذا العلم فإن لم يتقنه ولم يستطع أن يعني يعني يتبحر في علمه حفظه وحمله ثم بعد ذلك نشره بين الناس نقله بين الناس وهذا أيضا فيه دلالة على نفع العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تفضل حبيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ندر الله امرأ سمع مقالات فوعها فأدها كما سمعها ربحام الفقه لمن هو أفق منه يبقى عندنا نفعان هنا نفع أكمل وهو النفع الذي يكون بعد العلم التعلم ثم التعبد فعلم أنه لا إله إلا الله ثم يتعبد ويتقن يعني هذا العلم تعبدا ممارسة ثم بعد ذلك ينشر ذلك بين الناس أو يكون الانتفاع الثاني وهو أنه يتعلم العلم ثم ينشره بين الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقصم الناس إلى ثلاث أقسام في العلم أو الهدى الذي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه قسم منه قسم هذا القسم هو الآهد أول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القسم الأرض الطيبة التي تقبل الماء وتمبت الكلاء والقسم الثاني يعني أجادب إنها لا تقبل الماء لكنها تمسكه لا يذهب تمسكه فيأتي الناس فينتفعون تمسكه فيأتي الناس فينتفعون فينتفعون به فيكون هذا من باب النفع كقال نفعني له بما شاء منه وأيضا قوله بما شاء منه يمكن أن نجعل نجعل منه هنا على الطبيت يعني يعني ينتفع به جزءا ويعمل به ثم بعد ذلك يسمعه مرة ثانية فانتفع بالجزء الثاني حتى ينتفع به كليتا ولذلك نقول لن ينال المر الخير من السنة حتى ينتفع بها ولو جزء جزء أن ينتفع جزءا جزءا وأن يعمل به حتى يصل إلى جمعية المسألة في الانتفاع بأثار النبي المختار صلى الله عليه وسلم طالنا فعني له بما شاء بما شاء منه يعني إذا فتح الله عليها في كل شيء وفهمته كليتا عملت به كليتا وإن فهمت منه شيء فإنني أخذ هذا الفهم أعمل أعمل به ولا يعدم خيرا مدام قد انتفع ببعض منه لا يعدم لا يعدم خيرا ولذلك نقول أعظم الانتفاع بالعلم هو هو أن يعلم أنه نعمة من نعام الله للفعلان فيتعبد مقدسا معظما وأيضا يدعو الله للفعلان بالانتفاع ثم ذلك يتعبد به على بصيرة ثم ينشره بين بين الناس قال أنا علي المر طالب قال كنت إذا سمعتم رسول الله حديثا نفعني له بما شاء منه وإذا حدثني عنه غيري هنا سامع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فيها لا يجلس يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال وإذا حدثني عنه غيري استحلفته فإذا حلف لي صدقته وإن أباك رضي الله عنه حدثني قال لو حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم غيري فإنني لا أقبل حديثه حتى حتى يقسم لي هنا أتخذ بعض العلماء كلام عنه بطالب وقالوا بأن حديث أحد ليست حجة وهذا ضعف في الفهم وضعف أيضا في الاستدلال حديث الأحد حديث حجة بذاته في نفسه والأدلع ذلك كثير أنه سلم بعث البعوث إلى كسرى وقيصر بمن واحد واحد الذي أرسله السلم إليه وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قابل شهادة الرجل الذي قال له نوراء الإله واحدا وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما من الله عليه بتحويل القبلة من الاتجاه إلى بيت المغدس إلى الكعبة أنزل الله القرآن قد نرى تقالب واجهك في السماف لأنه لأنك قبلاتا ترضاه فولي واجهك شطر المسجد الحرام فقام يعني الصحابي الجليل ذهب إلى أهل القباء وكانوا يصلون وقالوا أنزل عنه وكان رجل واحد سمعوا فأخذوا بخبره واستداروا جميعا أخذوا بخبره واستداروا جميعا إلى من الاتجاه إلى بيت المغدس إلى الاتجاه إلى الكعبة نعم فخبر الواحد حجا والحق خبر الواحد انتلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم ويفيد العمل يفيد العلم ويفيد ويفيد العمل وأما قول ابن أبي طالب رضي الله رضاهم قال استحلفته من أجل التوثيق هذه تسمى زيادة التوثيق يعني هذه تسمى تسمى زيادة التوثيق وليس أمر على التشكيك الصحابة كلهم عدول فقد قال الله تعالى وألزمني نعم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها طال كنتم خير ومن خرج الناس أول الناس تدخلوا في هذه الآية هم الصحابة الكرام في الصحابة سيزكيهم الله من فوق سبع سموات فلا يحتاجون إلى تزكية لذلك هم أهل صدق وبر لكن علي بن 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 النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أصحابي نعم لا تسبوا أصحابي أحبك الله تفتن فيه ولكن عبد أبو طالب ما كان يفعل ذلك شكا عبد أبو طالب كان يفعل ذلك توثيقا فقال استحلفته فإذا حلف لي صدقته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ لكم بالله فصدقوه وهذا حرف على إيش على الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أبا بكر رد الله عنه ورضاه حدثني وصدق أبو بكر وهذه أيضا فيها منقبة لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه خلافا طبعا هذا ردنا عن رافضة الخبثاء وأمثال وأطراب وأقران الرافضة الذين يقعون بأسئلتين على صحابة رسول الله فأبو بكر خير الأمة على الإطلاق أبو بكر خير الأمة على الإطلاق بعد نبيها طبعا أبو بكر الصديق قال فيه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء المرسلين على خير من أبي بكر كان يقول أبو بكر يقول طلا صدقت وقلتم كذبت ووساني بأهلي وماله سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر والله جعل ما دحه مدحا عظيما في كتابي قال وسيد النبوة الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى شو انظرنا؟ يعني ردا قطعا على روافضة الخبثاء قال ولا سوف يرضى وهذه عند يمومة ما في تبديل ولا التغيير والله جعل قد وعد وإذا وعد وفه هوفه وذلك الله جعل زكاه في الإخلاص في العطاء وفي الإخلاص في ذلك وفي الصدق وأيضا جزم بأنهم له الجنة ولا سوف يرضى هذه من الله جعل يعني نافذة هذه من الله نافذة وأيضا قال الله تعالى مدحا يا ولا يقتري أول الفضل والسعة منكم والسعة شو أول الفضل فيها دلالة واضحة جدا على مكانة أباكة عند الله جل في علاه كان يخاطبه بصيغة الجمع يخاطب أباكة خلق من خلق والجبار والذي خاطبه ذلك يخاطبه بصيغة الجمع ولا يقتري أولوه أولو الفضل منكم والسعة نعم وأبو بكر أعتق بلالة وأبو بكر أسمع لدي ستة من العشر المشرين بجنة ستة من العشر المشرين يعني من العشر المشرين بالجنة ولذلك لما قال أبو عبيدة في الصخيفة بن سعيدة لعمر قالها غيرك أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر لأن أتقدم تضرب عنقي خير من أن أتقدم مثل أبي بكر وكان يدعو يقول ليتني شعرة في صدر أبي بكر ليتني شعرة في صدر أبي بكر نعم أين هي تارة لماذا تغيبت من الصباح ما تغيبت أبو بكر قال حدثني وأن أبو بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر ملقب بالصديق وتعلمون القصة التي لقب فيها بالصديق عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهموما وقال أبو جاهل ما بك قال كنت البريحة في بيت المغدس قال البريحة واليوم أنت معنا قال نعم قال تقول ذلك لقومك قال نعم فأخذها هذا الخبيث يحسب أنه سيغير عليه سيغير أبو بكر عليه فقال أبو بكر قال نعم قال صدق أنا أصدقه فيما هو فوق ذلك فلقب بالصديق وإن أبو بكر لدي الله عنه أرضاه يعني حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء قال مسعر ويصلي وقال سفيان ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له إلا غفره أنا عندي والله تعالى أعلم هذا من أرجى الأحاديث هذا الحديث من أرجى الأحاديث حقيقة الأمر هذا من أرجى الأحاديث فالإنسان يعني يقول ما من رجل يذنب ذنبا الحديث يقول ما من ذنب يذنب ذنبا وهذه فيها فيها أن الأمر على التعميم أي أحد أي كان ما من رجل وهذه تعم تعم السلحاء والفضلاء والنبلاء والعلماء بل والأنبياء وتعم أيضا غير هؤلاء من المكلفين ما من رجل نكرا والنبلاء في سياق النبلاء تفيد تفيد العموم فيدخل لحذر ذلك الأنبياء نعم يذنب ذنبا نعم ومعرضون للصغائر لعمون قول الله تعالى وعصر آدم ربه فغوه وأيضا قول الله تعالى ليغصر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وكان الصحاب يقولون هو عبد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما تقدم من ذنبه وما وما تأخر فما من رجل يذنب ذنبا الذي دخل فيها دخل فيها العفيف دخل فيها دخل فيها الوضيع الرفيع دخل فيها العلماء النبلاء الأصفياء دخل فيها الصفاء ما من رجل يذنب ذنب أي أحد ترامك أنا موحدا ما يراجعون يذنبوا ذنبا وما كتب عن آدم حفظه من الزنا من الزنا مدرك ذلك لا محل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبونها ثم يستغفرونه فيغفر الله لهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال يا عبادي كلكم يخطئوا بالليل والنهار أو أنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أخفر الزنوبة جميعا فاستغفروني أخفر لكم قال يا ابن آدم لو بلغت ظنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أباني مام الرجل يذنبوا ذنبا وأيضا المؤمن له أخية كأخية الفرس يذواجي لكنه يأتي بعد ذلك إلى ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالطواني والسند يعني يحتج به قال ما من مسلم قال إن المؤمن سمه مؤمنا سمه مؤمنا إن المؤمن إن المؤمن خلق مفتنا الفتن تأتي يعني تترى عليه كل ما يقول هذه مهلكتي تخف وهيأتي التي بعدها خلق المؤمن مفتنا مذنبا شو مذنبا يعني هو ملازم الزنب ما فيه ما فيش ملائكية في عصر الناس خلق المؤمن مفتنا مذنبا نساء إذا ذكر تذكر له الذنب يفيه ليل فاينة بعد الفاين يعني ذنب يستغفر ويسكت ويرجع مرة ثانية يعني ذنب يستغفر ثم يرجع ثانية له الذنب يفيه ليل فاينة بعد الفاين أو الذنب يقيم عليه وقال الذكر تذكر يعني استغفر غفر الله له وهو أصلا في هذا الباب يبين لك عظيم رحمة الله جل في علا ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ هنا طريقة الاستغفار فيتوضأ والوضوء عظيم والوضوء من أفضل الطعات والوضوء من أفضل الطعات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يتوضأ فيغسل فيمضمن ويستنشق إلا خرجت كل معصية يعني فعلها لسانه وقال إذا غسل راجعه أيضا تساقطت من عيني كل معصية ارتقاتها عينها وهكذا إلى غسل الرجل فلوضوء أمر عظيم وذلك لما سأل الله على رفع الدرجات قال لا أعلم فقال فوضأ على صدر حتى علم وقال في رفع الدرجات قال إسباغوا الوضوء على المكار فهذه فيها فضيلة كبيرة لمسألة الوضوء ولما يكن في الوضوء والطهار إلا هذه الآية لكفت إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال فيحسن الوضوء وإحسن الوضوء إسباغوا وإسباغوا أن يصل الماء إلى كل عضو والإحسن كما قلت هو وصول الماء إلى إلى الأعضاء وصول الماء إلى إلى الأعضاء قال فيتوضى فيحسن الوضوء وإحسن الوضوء إسباغوا وإسباغوا وصول الماء المياه إلى إلى أعضاء الوضوء قال مسعر ويصلي وقص فيها ثم يصلي وهذه فيها دلالة على أنهم يرون الحديث بالمعنى ورواية الحديث بالمعنى هذه مسألة أخرى لأنه كثير من المحدثين يقولون لا يصح ولا يحلون الرواية بالمعنى وجمهارة المحدثين يرون الرواية بالمعنى كل كتب الأحاديث فضل لو نقست عن الثلاث مرات يعني مثلا مرة هذا أدنى الإجزاء ويجزئ نعم يجزئه مرة واحدة والإجزاء يعتبر الإسباغ الكمال هو الإسباغ أنه يأتي بها ثلاثة لكن لو أوصل الماء إلى العضو صار سابغا أسبغ لدوء لكن إسباغ لدوء فيها درجات مراتب أعلى الرتبة رتبة الكمال أن يأتي بها على ثلاث مرات ثلاث مرات يغسل يد ثلاثا يغسل وجه ثلاثا فإن غسل مرة قد أسبغ مدام الماء قد وصل إلى كامل العضو يبقى إذن قد أسبغ لكن فوت على نفسه الكمال والكمال أن يغسل ثلاثا وإلا فنبي توضأ مرة مرة مرتين مرتين ثلاثة ثلاثة لكن لا يزيد من زاد التعدى وظل جزاك الله أحسن الله عليك ولنا في مسألة فضل الوضوء هو قول الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين محبة الله جلال في علاء وكثير مننا قد يفتقد إلى هذه النية أو يتغفل أو غفل عن هذه النية أنه يتوضأ ليحبه الله يعني في كل مرة يذهب إلى الماء ويتوضأ ونياته في ذلك أن الله يحب الذي الذي يكسر ودوء لأن الله قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والمتطهر هو هو من عاود التهارة بعد التهارة ولذلك كانوا يتطهرون في كل صلاة حتى بينا أن هذا كمال ليس على الوجوب وكما قلت هنا فضل الوضوء في هذا الباب أن الله يحبه إذا سأل سائل ما هي الأسباب التي يصل بها المكلف إلى محبة الله جلال في علاء أسباب كثيرة وطوق كثيرة من أعظام أن تذبت على طهارتك وأن تكون ممن يذبغ الوضوء على المكار إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فأنت بالطهارة التي في كل يوم خمس مرات تتوضأ وتتطهر صرت في حيز الذين أحبهم الله جلال في علاء شوف عمل يسير عمل يسير ونتغفل عنه كثيرا وما ندري لأننا لعلنا بالتمسك بهذه المسألة نعلو درجة عند الله جلال لأن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء إن يحب فلانا وإذا أحب الله عبدا أيضا كان سمعه الذي يسمع به ووصل الذي يبصر به فقال فيحسن فيحسن الوضوء قال مسعر ويصلي وقال السلام ثم يصلي كنا بأن هذه أيضا فيها دلالة على أنه لو أنقص حرفا أو زاد حرفا هم يرون بجواز الرواب المعنى وإمامهم إمام أهل الشأن هو الذي يفعل ذلك حتى في صحيح البخاري هناك حديث يرواب المعنى هناك حديث البخاري يرواب المعنى فروابة المعنى الجمهور جمهور المحادثين يقولون بالجواز وإن كان محمد نسرين لا يرى ذلك وابن عمر لا يرى ذلك الحديث هو عليهم ليس لهم حديث نظر الله وإن سمع مقالته فوعاها فأداها كما سمعها ربحا من فق إلى من هو أفقه منه ربحا من فق إلى ليس بفقه ربحا من فقه ليس بفقه المسألة عظيمة في هذا الباب نضيع على أنفسنا فضلا عظيما بالتهاون في مسألة الوضوء وفضله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن لا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن هذه علامات الإيمان أن يستمسك المر بالوضوء قال ثم يصلي ركعتين على الإطلاق على الإطلاق صلىها كانت سنة أو أفرادها والإفراد هو الأفضل طبعا أو أفرادها فإنه يصلي ركعتين على مواصف فاستغفر الله عز وجل إلا غفر له أو إلا غفر له هذه مسألة عظيمة لأن هذا الباب ورد فيه الإطلاق والقاعدة الأصولية عند العلماء يبقى المطلق الأطلاقي ما لم يأتي مقيد يقيده فهنا أبو بكر يقول بأنه يعني بين كيفية التوبة من الزم الرجل الآن توضى وتطهر ليتقرب وأيضا الزنوب تتساقط منه عند الوضوء ثم أراد التوبة النصوح التوبة الكاملة التوبة التامة عن شيء وقع منه أن يصلي ركعتين ويستغفر الله ويصلي فالله يخفر له بركعتين هذا الحديث قلت هو من أرجى الأحاديث لأمور الأمر الأول هو أن العمل يسير والأجل كبير هو أن الله يخفر له ذنبه قد ممكن يتقاح من رعا وصيرا بهذا الذنب فيغفر الله له هذا الذنب مهما كان وهو يحسن ويصلي ركعتين الأمر الثاني هو من أرجى الأحاديث لأن قولنا السلام ما من رجل يذنب ذنبا أنا أسأل الدكاترة لو يشاركوني ما من رجل يذنب ذنبا ذنبا هنا هنا يكون ناكرة في سياق الإثبات ماذا يفيد الناكرة اللي في سياق الإثبات ماذا يفيد رجل يذنب ذنبا وممكن نقول الأفضل من ذلك هو ناكرة في سياق الناف ما من رجل لو تشاركوننا العموم نعم العموم ممتاز أنيس نعم ممتاز أنيس العموم ما من رجل يذنب ذنبا هذا على العموم أي ذنب وهذه تدل تدل على على الكبيرة والصغيرة شوفوا انظر بقى هنا من أرجى الأحاديث لما لأنه ولو فعل الكبيرة فإنه إن توضى فأحسن الودوء ثم وأسبغ الودوء ثم صلى ركعتين كان بحجس عثمان لا يحدث فينا نفسه إلا غفر الله له غفر الله له إيش الجمهور طبعا يحملونه على السغائر والصحيح أن الحديث على إطلاقه ولما لما لما نحجر واسعا ما من رجل يذنب ذنبا أي ذنب سواء كان صغيرا أو كبيرا فيتوضى في حسن الودوء فيصلي إلا غفر الله له وتكون هذه بشارة بمغفرة الزنوب الصغائر والكبائر تكون هذه بشارة من الله جل في علاه لمن فعل ذلك بأنه إن أذنب ذنبا يذهب سريعا يتوضى ويصلي ركعتين فيغفر الله له الذنب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له إذا أسأت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية السر بالسر والعلانية بالعلانية فقال لا إله إلا الله من الحسنات قال يا أفضل الحسنات فالفضل كل الفضل في هذا الباب أنه حتى ولو كان قد أتى بذنوب يعني ذنوب غضته واستطالت واعتلت فإنها تغفر إذا توضى أحسن ندوه ثم صلى ركعتين يغفر الله له ذنبه سواء كان صغيرا أو كان كبيرا سواء كان صغيرا أو كان كبيرا ولذلك نحن نقول بأن الحسنات تذين السعيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل قال له قابلت مرأة فأتيت من ما أتى ما أتى رجل من زوجي قال أني لم أقع فسكت عنه حتى صلى قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي توضأت قال نعم قال أسباغت لدوء قال نعم توضأت وأسباغت لدوء قال نعم قال صليت معنا قال نعم قال هذا فقد غفر لك فالرجل يندهش فقال له يعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قارئا كتاب الله جرف على قال أقم الصلاة طرفين نار وظيفة من نيل أن الحسانات يذبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين فقال لي خاصة قال لا بل لأمتي عامة وهذه كما قلت تكون في الصغائر والكبار وهذا الواجح وإن كان البعض حملها على الصغائر فقط دون الكبار والصحيح أنها على الصغائر والكبار لذلك قال فيستغفر فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له يعني أفر الله له فإن الله يعني عظيم وواسع الرحمة لذلك فتح لنا مثل هذه الأبواب أن من أساء علي أن يحسن يتوضأ يستغفر يتصدق المهم أن يأتي بقطاعة بعد المعصية حتى أن هذه الحسنات يعني تجرف هذه السيئات ومكفرات الذنوب كثيرة مكفرات الذنوب كثيرة الصلاة والصدقة والصوم لأن عمر الخطاب لما قال ما أيكم يحفظ حديث الفتن قال حديث فأنا قال لله أبوك لله درك إنك لجري هاته قال فدنة رعين في أهل وماني تكفر الصلاة والصدقة والصوم ولأن النبي قال أرأيتم أن نهرا بباب أحدكم يغتس في المره في اليوم والليلة خمس مرات هل يبقي من ضرنين شيء قالوا لا يبقي من ضرنين شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الصلاة الخمس يعني يمحو الله بها الخطايا والزنو وذلك قال رمضان رمضان كفار وقال الجمعة الجمعة كفار وقال العمر العمر كفار والحج أيضا كفار فهذه كفارات لكنه يرى بنا كفارات على الصوائر صحيح أنها تكفر الصغيرة وتكفر الكبيرة هذا الحديث حقيقة هو من أرجى من أرجى الأحاديث الفائد المصنبطة ما كان العلم إلا إلا للعمل ولا نفع فيه إلا بالعمل قال فنفعان الله به والنفع هنا معناه أنه أتقنه وعمل به وهذا كان دأب الصحابة كانوا يتعلمون ليتعبدوا كانوا يتعلمون ليتعبدوا ده الحكم يتكلم على الزنوب الزنوب تغفر الفائدة الثانية طلبوا القسم لزيادة التوثيق طلبوا القسم لزيادة التوثيق سيدة فضل أبي بكر عند الصحابة فضل أبي بكر يعني علي ابن أبي طالب يقول الآن نرد على الخبساء الروافط علي ابن أبي طالب يعلم بأن بأن أبي بكر هو خير الناس لما قال له ابن محمد الحنفية من أحق قال خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر وسكت بعد ذلك وخطب الناس قال أيها الناس من فضلني على أبي بكر جلت وحد المفتري خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر سعة رحمة الله سعة رحمة الله جل فعلها على العباد إن أساء هأذنب فتوضى ثم صرعك هاتين غاف الله ما أتخذ من ذنبي نعم ونسيت ما نسيت انشغلت لسقطة الجنازة يعطيني يعطيني رقم ثاني مع مرة ثانية الآن سمحني الآن وسأتصب بك وأنا على البس الآن يعطيني الرقم الآن لو سمحت ومن الفوائد جواز الرواب المعنى جواز الرواب المعنى لو فيها سئلة تفضلوا نقف عند هذا ولو فيها سئلة تفضلوا أستمحكم أظرا أنا كنت أريد أدخل من بدري لكن الغرفة كان فيها أحد غيركم وده مش بيدي الغرفة كانت مشغولة وده تضارف الأوقات أرجو من المشرفة الله يرضى عنها يعني تراجع الإدارة على مسألة الأوقات هنا الدكاترة لو فيها سئلة عندكم تفضلوا نكتفي بذلك أنا أعرف أن الوقت قد أزف وأنه سيأتي يعني الغرفة ستكون لغيرنا فلو لو عندكم سئلة تفضلوا ولشيخنا همتون عالة الثرية فنالت من فنون الدين رية ولشيخنا همتون عالة الثرية فنالت من فنون الدين رية فدافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلفين نقيا فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبي للخلق والضاح المحيا الهوة الهوة شكرا